ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين داهمت قوات الاحتلال قرية دير نظام شمال غرب مدينة رامالله واعتدت على طلاب مدرسة القرية بالغاز المسجل للدموع شمال غرب مدينة رامالله المحتلة تقع قرية دير نظام والتي تعاني من حصار وإغلاق لمدخليها منذ التاسع عشر من الشهر الحالي لكن وبالإضافة للإغلاقات والطرار السكان لعبور طرق التفافية طويلة فإن المواطنين على موعد يوميا مع مداهمات للجنود كان آخرها اقتحام الاحتلال لمدرسة القرية صباح اليوم الاعتداءات والانتهاكات كثيرة تبدأ باستشهاد حيث استشهد ثلاثة من طلاب المدرسة واعتقل العديد العديد من الطلاب فالمدرسة هي تقريبا المتضرر الرئيسي في هذه الاعتداءات ثم البلد يوميا يكون هناك اقتحامات بالإضافة إلى أن مداخل الكرية كلها مغلقة ما عدا مدخل واحد وعليه حاجز عسكري إسرائيلي لم يكتفي الجنود بترهيب الطلبة الذين كانوا داخل غرفهم الصفية بل أطلقوا وابلا من الغاز المسيلي للدموع صوبهم ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق بعد ذلك غادر الجنود القرية وكأن شيئا لم يكن اليوم كنا في الحصص وكان يوم طبيعي فبلش صوت طاق وصوت طاق نعر فصار المدير جاب كم واحد من التوجيه صار يخلو فينا في الصفوف في الصفوف كان فيش إشي يعني صحفات أولية فاضطر أنه خلينا نطلع من المدرسة وصار كركبة في الهوم كثير طلاب يعني كثير يعني من عنا صف روضة لا أكيد لا تاسع يعني كانوا مش مسيطرين على حلم لأنه مصغور يعني عادة بصير يعني مش أول مرة بظالهم يفوتوا على البلد بيجوا على المدرسة بضربوا غاز بيعتدوا على طلاب المدرسة بيضربوا على المدرسة لعل ما يتعرض له الطلبة في كل المدن والقرى الفلسطينية خير مثال على إرهاب المحتل الذي يصر على انتهاك حقهم بالتعليم في بيئة آمنة فخلال العام المنصرم هدمت سلطات الاحتلال مدرستين واعتدت على تسع وأربعين مدرسة من قرية دير انضام شمال غرب مدينة رامالة المحتلة آية الخطيب رؤية